كيف رأت موسكو زيارة زيلنسكي إلى واشنطن وأيضا هذا الدعم الأمريكي الجديد ومنظومة باتريوت إلى غير ذلك؟ كيف ترى موسكو ذلك؟ بالطبيع للحال زيلنسكي يعاول على الولايات المتحدة الأمريكية كدولة الرئيسية الدائمة لأوكرانيا فيما يتعلق بتصليح والتدريب وغيرها من المساعدات العسكرية وغير العسكرية أي ربما كانت هذه الزيارة متوقعة عجلاً أو أجلاً وهذا ما حصل حقيقة من جديد زيلنسكي طلب مزيد من المساعدات العسكرية وقد حصل على تلك المساعدات أي من وجهة النظر الاستراتيجية الأمريكية تجاه الأزمة في أوكرانيا لم يتغير شيء في نفس الوقت يمكن أن أقول أن ما يحصل حالياً السياسة الأمريكية تؤدي فقط إلى إطالة عمد العملات القتالية في أوكرانيا ليس أكثر أنا متأكد 100% بأننا قد دخلنا إلى نوع من الحل الاستنزاف المتبادل ما بين روسيا وأوكرانيا وكذلك ما بين روسيا والعالم الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية النقطة ملفتة هنا هي أن أمريكا مثلاً كما قلت سابقاً تحاول أن تطيل أمد العملات القتالية ومثلاً لا تسلم لأوكرانيا الضبابات لا تسلم لأوكرانيا الطائرات مروحيات غيرها من الأصلحة المتطورة وتقنيات المتطورة بل تقتصر بالحجم محدود فقط حالياً لجأت أمريكا إلى تصليم منظومات باتريوت على ما يبدو لن تصاهم تلك المنظومات كثيراً في مواجهة روسيا ولكن على ما يبدو قامت أمريكا بزيادة الرهانات هل سيؤدي ذلك إلى تغيير موازين القوى على ساحة القتال أنا لا أعتقد ذلك ولكن من جهة أقول نحن دخلنا إلى حالة الاستنزاف المتبادل بين روسيا وأمريكا إلى أي مدى سيستمر ذلك نحن من أصعب أن نتنبأ ذلك ومن سينتصر في هذه الحالة أيضاً من أصعب أن نتنبأ